اهتم أهل الكويت ومنذ سنوات طويلة بتعليم أبنائهم القرآن الكريم وحفظه وأصبح هذا الأمر من الأولويات في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من خلال إدارة شؤون القرآن الكريم وفي حلقة اليوم راح نتعرف أكثر على الدور التي تقدمه هذه الإدارة إلى جانب التعرف على المسابقات التي تنظمها وعدد المنتسبين لها من حفظة كتاب الله وبا تقدمه من جهود جبارة في هذا الجانب شوف هذا التغرير وبعدها أرجع مع ضيوف الكرام إدارة شؤون القرآن الكريم أحد أهم القطاعات في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والتي تعتبر حلقة تحفيظ القرآن الكريم هي الأساس والمحور التي تدور عليه أنشطة أعمال واختصاصات الإدارة ولذلك تحرص الإدارة دائما على العناية والاهتمام واتخاذ كل الوسائل الممكنة لتطويرها وهي حلقات قرآنية تقام في المساجد والمراكز الخاصة تفتح أبوابها لمختلف فئات المجتمع ومن مختلف الأعمار والأجناز ومن عملها الأساسي هو تحفيظ وتعليم القرآن الكريم وتجويده ونشر الثقافة والعلوم القرآنية وغرس قيمه في نفوس أفراد المجتمع بسمكم مرحب بضيوفي الكرام الشيخ ناصر الكندري مراقب الأحلاقات ومراكز تحفيظ القرآن الكريم بنين في إدارة تأشؤون القرآن الكريم أخوي إبراهيم عبد المحسن الصانع رئيس قسم البرامج الثقافية والإعلامية وأيضا معنا الحافظ عبد الرحمن أحمد لشوية مساءكم الله بالخير مساء الله بالخير إن شاء الله تبارك بحلق الحلوات ياك الله سلام شيخ ناصر بالبداية تكلمني عن دور هيئة القرآن بالضبط في البداية حقيقة أنا سعيد وجودي معاكم في هذا البرنامج الله يجزيكم خير فتحت لنا المجال طبعا إدارة شؤون القرآن الكريم إدارة أنشأت في عام 2002 قرار إنشاءها وهذه الإدارة أنشأت في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الغرض الأساسي والرئيسي منها هو تعليم وتحفيظ القرآن الكريم وطبعا هذا المجال هو امتداد لأهل الكويت يعني على مر التاريخ أهل الكويت معروفين في اهتمامهم وعنايتهم بكتاب الله عز وجل وتحفيظ القرآن الكريم أصبح اليوم في الكويت صرح لهو إدارة شؤون القرآن الكريم مختصة هذه الإدارة في هذا المجال اختصاص أصيل يعني ما عندنا أي مجال آخر فقط إلا تعليم وتحفيظ القرآن الكريم وطبعا هذه الإدارة يعني من 2002 إلى هذا العام انتقلت عبر مراحل حقيقة تطورت من ناحية الانتشار وزيادة عدد المقبلين على حفظ كتاب الله عز وجل بشكل كبير حقيقة ومن ناحية التوسع في تقديم الخدمات التي تتناسب مع عموم الفئات العمرية صغار كبار شباب بس هي موجودة يعني وتم تطويرها نعم هو امتداد يعني نحن قبل كنا حلقات نتبع إدارة الدراسات الإسلامية ولكن باعتبار أن العمل كبر حجم العمل يعني صار أكبر انتشار أوسع الإقبال أهل الكويت والمقيمين فصارت إدارة بحد ذاتها أصبح في حاجة أنها تكون إدارة يعني تعنى في هذا المجال ممتاز أخي إبراهيم أشوف مجال الإعلامي منتشرين الله الحمد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الشرطة والخلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه مولا بداية نحب أشكركم على هذا البرنامج الذي سلط الضوء على أنشطة وبرامج المؤسسات المجتمع المدني بشكل عام الله الحمد وزارة الأوقاف بشكل عام وإدارة شؤون القرآن الكريم بشكل خاص يعني من ناحية الإعلامية كانتشارها في دولة الكويت والإعلانات للانتساب للحلقات ومراكز الله الحمد في شتى المجالات والآن مثلك عارف يعني السوشيال ميديا الآن يعني طغى بشكل كبير على الساحة وعلى الشباب وبالذات النشأ يعني وهما الشريحة اللي تعنينا إحنا كإدارة شؤون القرآن الكريم هما شباب المستقبل وجيل المستقبل إذا صار هذا الجيل حافظ للقرآن الكريم فرح تلقى مجتمع مميز مجتمع أخلاق أخلاق قرآنية وهذا ما نسعى عليك من الناحية الإعلامية من خلال تسليط الضوء على القرآن الكريم وأخلاق الأخلاق الرسل والأنبياء بالأخص محمد صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الحلقات تسليط الضوء الإعلامي عليها ممتاز نتكلم بعدين عن الفعاليات الأخرى لكن المسي بالخير على عبد الرحمن نور السر الله يحفظك وبارك فيك الله يسلمك ماذا انضميت إلى الحلقات؟ والله انضمان في الحلقات كان تقريبا في المرحلة ابتدائية تقدر تقول تقريبا لا أذكر بالضبط السنة لكن في هذه المرحلة تقريبا كيف كانت تضبط الوقت بين الدراسة وبين الحلقة وبين بعدين مثلا هوايات رياضية عندك؟ لا أخف عليك مثل أي شاب يميل للرياضة لكن فضل الله سبحانه وتعالى ثم جهود الوالدين وخالي بالأخص كان حريص علينا في دخلنا للحلقات حلقات التي درت شؤون القرآن الكريم سواء الربيعية أو الشتوية أو الصيفية كنا ندخل الحلقات تكون في المسجد غالبا نفس المسجد الذي نصلي فيه فعلقاتهم هي خمس دقائق عشر دقائق بعد الصلاة يقول تعال حفظك نص وجه وسمعه هذه كانت البداية كتشجيع أي شخص أو طفل صغير تراغبه وكانت في نهاية التسميع دائما يوزع لنا الحالة أو الككوات الأمور هذه البسيطة كانت جاذب لنا في البداية بعدين سبحان الله صارت الانطلاق والدخول في الحلقات بشكل يعني هذه كبداية أي طفل لابد يكون فيه شيء يرغضه ويجذبه بالضبط لهذه الحلقات كانت هذه البداية وبعدين فضل الله سبحانه وتعالى السلطة الله سبحانه وتعلم عليك إن شاء الله أخي ناصر قد تكلمنا أكثر عن ترتيب الحلقات وأهلية يعني كل واحد مثلا يقدر يسوي حلقة في القرآن ولا يجب أن يرجع لكم نعم طبعا من ناحية التنظيمية أي حلقة تفتح في المساجد نعم لابد أن تكون عن طريق إدارة شؤون القرآن الكريم نعم لها تتبع طبعا وزارة الأوقاف تتبع وزارة الأوقاف وهذا الأمر حقيقة من باب تنظيم العمل نعم يعني إحنا عندنا إن كانت وزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية متمثلة في إدارة شؤون القرآن الكريم كعمل رسمي وفي عندنا القطاع الأهلي جمعياتنا في العام المبرات التي تعنى بالقرآن الكريم هم لها حقيقة نشاط وجهود في تعليم و تحفيظ القرآن الكريم في المساجد فبالتالي إحنا كإدارة مختصة في إعطاء التصاريح اللي لاستغلال المساجد في تحفيظ القرآن الكريم ممتاز بحيث أن نظم عملية الانتشار ونغض الأماكن يعني أخينا صحة ولي الأمر يطمئني مثلا إذا ولده يروح أو يشرك ولده إلى حلقة قرآن في المسجد يجب أن يتأكد أن هذه الحلقة هي تبع وزارة الأوقافية واعتمدة من الوزارة و لها تصريح رسمي نعم ممتاز أنا أخي إبراهيم أكد أن هناك فعاليات و إنشطة أخرى غير التحفيظ صحيح أنت مثل ما قلت لك في البداية أن هدفنا النشأ والنشأ والأطفال أو الأصغار أو المراهقين هدفهم اللعب و الحركة و النشاط إذا اليوم ما وفرت للجانب الآخر من المرح معنى أصح من الرحلات الترفيهية تغطية جميع الأماكن السياحية في القويت كرة قدم دوريات كرة قدم و مدن الترفيهية سواء داخل مجمعات أو خارج مجمعات زيارات الله الحمد شركائنا في النجاح في هذا المجال كثير الله الحمد جميع جزة الدولة ممقصرين معنا و عادة وين ينزل الجدول أو الفعاليات هل هي في السوشيال ميديا أو مثلا في المراكز؟ فتكون عن طريق مراكزهم يعني إحنا كإدارة أم أو كإدارة شؤون القرآن الكريم معنية في القسم نجهز هذه الرحلات و نجهز هذه الأنشطة و المركز هو الذي يتابعهم و يجذبهم يعني سهولة للطالب أن ينضم لهذه الحلقات عن طريق المنطقة مشرطيين الإدارة أويين الأمور لا أوسر كل نظام موحد و شيء منظم نحن بشوف معكم تغرير عن أعداد المتنسلين و أيضا عن الإدارة و تنظيمها إدارة شؤون القرآن الكريم 71 مركزا تعليمي 641 حلقة تحفيظ للقرآن أكثر من 45 ألف طالب و طالبة نظام تعليمي شامل و متكامل إنها إدارة شؤون القرآن الكريم تم تأسيس إدارة شؤون القرآن الكريم عام 2002 من أجل خدمة القرآن الكريم و قد عملت الإدارة على عدة مسارات التعليم العام وتهدف الإدارة من خلال نظام التعليم العام إلى تحفيظ القرآن و التعريف بعلومه العامة من خلال حلقات تحفيظ القرآن الكريم التعليم النوعي يهدف التعليم النوعي إلى تحفيظ القرآن كاملا مع إتقان أحكام التجويد التعليم التكملي وهو نظام متخصص في تقديم دورات في القرآن الكريم و علومه لجميع فئات المجتمع أهم إنجازات الإدارة مسابقات الأمير حازت الإدارة على المراكز الأولى على مدار 18 عاما المسابقات الدولية المشاركة في جميع المسابقات القرآنية الدولية حيث يشارك 18 متسابقا من الكويت و متوسط الفائزين من 8 إلى 10 فائزين شيء جميل و الله يديم علينا هذه النعمة نعمة تحفظ القرآن الكريم و نحبنا اليوم فعلا نركز على هذا الموضوع و الكويت في كل المجالات هي متميزة و موجودة في كل المحافل الرياضية الثقافية و الدليل لهذا و أنا اليوم عبد الرحمن أكلمني عن مسابقاتك و إنجازاتك الله يزاكم أخي أولا أنا أشكركم على هذه الاستضافة الطيبة و أشكر الشيخ ناصر وجوده و الشيخ إبراهيم الصانع الله يزاهم خير الجانب المسابقات حقيقة كل المتسابقين أو كل المشاركين في المسابقات الدولية هما ما يمثلون نفسهم في البداية و يمثل الدولة يمثل الكويت و بعد توفيق الله سبحانه وتعالى لو لا الله ثم هذه المراكز التي أنشئت ما طلع ولا برز أي واحد في الكويت أو طلع مثل الكويت في أي محفل قرآني البداية كانت تقريبا في سنة 2014 بلغون الإدارة بترشيح لمسابقة دبي و هي كانت أول مسابقة دولية و أشارك فيها كأي طالب في الحلقات يرشح لمسابقة دولية سيكون الأمر صعب أحدنا على قوتهم بالكويت أصعب شيء وصل الله مسابقة الأمير تحدي كبير التحدي أصبح مو فقط داخل نطاق الدولة أصبح نطاق دولي عالمي جميع الأقطار يونك حتى يشاركون في مسابقة دبي كانت هذه الانطلاقة بفضل الله سبحانه وتعالى و الله الحمد حققت فيها المركز الخامس بفضل الله سبحانه وتعالى و بعد القادم شاركت بعد دبي في تونس و شاركت في السعودية مسابقة مكة و شاركت في مصر و في السودان ما شاء الله اللي هي من سنة تقريبا ما شاء الله و جاهز حقل يعني و الله سهل بلدنا لاتها إن شاء الله أخي ناصر أخي نتكلم عن المسابقات بدنا تطرغنا لها و شنو ضوابطها و شنو طريقة ترتيبها طبعا أخي عبد الرحمن ذكر أن أخذ المركز الخامس في جائزة دبي من أصل ما يقارب 80 دولة يعني وهو ما فصلها ممتواضع يا أخو يعني 80 دولة مشاركة أخذ ما شاء الله من 80 إلى المركز الخامس و هم عادة جائزة دبي يأخذون العشر لوائل من الأول إلى العاشرة طبعا المسابقات عندنا نحن مسابقات داخل الكويت أكبر مسابقة محلية هي التي تقيمها الأمان العام للأوقاف باسم صاحب السمو الشيخ صباح حفظه الله و رعاه الجائزة الكويت الدولية التي تقام في الكويت كذلك برعاية سامية حقيقة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله و رعاه تعقد تصفيات أولية لهذه المسابقة طبعا نحن عشان الرشح من يمثل دولة الكويت يعني عبارة عن برنامج لمدة عام يمر في مراحل نعم صفونا عدل تصفيتين خلال العام تصفية أولى وتصفية ثانية و يتم تخصيص مشايخ للطلاب اللي حابين أن يراجعون يعني حفظهم و التصفية الثانية هي اللي تبين معنا المرشحين و يمكن يعني عبد الرحمن يعني لله الحمد يعني التصفية الأخيرة اللي تمت تم اختياره و ترشيحه لجائزة الكويت الدولية القادمة في شهر أربعة إن شاء الله و يمثل الكويت حفظ القرآن كامل إن شاء الله و طبعا هذه الأمور كلها لها شرور و لها ضوابط و لها آليات الهدف منها أن نحن يعني نكون بكل شفافية يعني يتم الاختيار حسب أداء الطالب و تقييم لجنة التحكيم اللي تشكل من ثلاث محكمين وفق معايير تحكيم يعني تتماشى مع المعايير الدولية و يتم الاختيار و بالإضافة إلى الترشيح للمسابقات الدولية بره الكويت هم من خلال هذه التصفيات و كل هذا ترتيبكم و دعمكم و أشراكم نعم ترتيب إدارة الشؤون قرآن الكريم تبع وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية و طبعا دعم القيادة العليا في الوزارة يعني من معالي الوزير إلى وكيل الوزارة إلى الوكيل المساعد لقطاع الشؤون قرآن الكريم و الدراسات الإسلامية دكتور وليد عيسى الأشعيب دعم حقيقة كبير لأجل أن نحن نحقق رؤية الوزارة يعني رؤية الوزارة الريادة عالميا في العمل الإسلامي ممتاز و نحن نمخذين الجانب القرآن نعم بهذه الريادة إن شاء الله ممتاز و إبراهيم أمنتوا وقت المسابقات تكثير عندكم حملة أكبر صحيح طبعا بس تكمل الكلام يبو عبد العزيز ناصر الحلال الحمد جازت الكويت دولية يعني في السنوات الأخيرة من أفضل الجوائز و حازت المركز الأول في عام 2013 و 2012 نعش مركز الأول من بين الجوائز الدولية كلها و هذا ليس فقط كترتيب الجائزة نفسها أيضا على هامشها أمور أخرى مثل ما ذكرت الآن كبرامج و إنشطة في لهم دور للمتسابقين يعني شارك في الجائزة تقريبا فوق 80 دولة تقريبا و 85 دولة هؤلاء ضيوف الكويت و ضيوف وزارة الأوقاف و إدارة شؤون القرآن الكريم فمثل ما تقول يريدون شونه الدولة هذه اللي يسود ترتيب جيش كامل بالضبط والله الحمد يعني الإدارة من قبل الجائزة بستة شهر تعمل وبعد الجائزة بستة شهر شغالية تعالج الأخطاء والله الحمد و السنة فيه شغلات مميزة مجزينة طبعا كل سنة لهم زيارات و لهم برامج و الدروس و محاضرات طول فترة الجائزة اللي هي تقريبا أسبوع و عشر طهين و راح تكون عفوا وقتها مثل الجائزة شهر أربعة 11 أربعة 11 أربعة في هذا الوقت فيه وقت ما شاء الله بقى طويل عبد الرحمن إذا عندك كلمة خيرة تقول لنا إياها والله حقيقة الكلمة اللي حب أوص فيها نفسي و الأخوة و الأجمعين و الناس كلها و كل الشباب حقيقة الحرص و الإقبال على كتاب الله سبحانه وتعالى فهو الهدى و النور اللي يريد الهداية في هذه الدنيا و يريد أن ينور الله له دربة و يسلك الصراط المستقيم كما أتى في بعض التفاسير أن تفسير إهدنا الصراط المستقيم هو القرآن الكريم فهو خير سبيل أو خير طريق يعين الإنسان على الثبات في هذه الدنيا و الوصول للغاية العظمى و هي الجنة بعد ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى لا يقتصر على قراءة فقط أجل التلاوة يأخذ الإنسان بلا شك لكن ينظر للجوانب الأخرى كما أتى في العديث خيركم من تعلم القرآن و أعلمه الإنسان يكون بين التعلم و التعليم كما قيل كن عالما أو متعلما و لا تكون الثالث و أنت إن شاء الله مدرس فأنت قاعد لأدي كل إدوارك نساء الله سبحانه وتعيننا على ذلك موفق إن شاء الله يا عبد الرحمن نشوفك إن شاء الله في أعلى الجوائز و هذا طبعا بالأخير رح تمثل دولتنا الحبيبة الكويت ناصر الكندري و إبراهيم الصانع متواجدين معنا إن شاء الله في الأستوديو بعد الفاصل و راح نستغل أيضا ضيف كريم بعد الفاصل خلكم معنا استمرين معاكم موضوعنا عن كتاب الله عز وجل القرآن الكريم متمثل طبعا بإدارة القرآن الكريم في وزارة الأوقاف بدأنا مع أخوي ناصر الكندري و أيضا إبراهيم الصانع و الآن نضم إلينا الطالب المتميز عبد الله طارق الضفيري ساك الله أبو الخير ساك الله أبو النور أبي بيحنا إن شاء الله نرجع لك بعدين لكن في موضوع جميل أخوي ناصر اللي عندكم الآن خدمة إلكترونية أو شيء كذي تطبيت نعم عندنا نحن المقرأة الإلكترونية اسم المقرأة الإلكترونية بتعليم و تحفيظ القرآن الكريم ممتاز هذه طبعا نظام تعليم عن بعد من خلال احتكاكنا مع الناس و الجمهور في المجتمع وجدنا هناك فئة حقيقة لربما بسبب التزامات الوظيفية ارتباطاتهم و أمورهم فيها صعوبة أن يلتحق في مراكز تحفيظ في الإدارة جزاهم الله خير للإخوان من خلال لقاءاتهم و اجتماعاتهم و توصلوا إلى لماذا لا نقدم خدمة لهذه الفئة نسهل عليها حفظ القرآن الكريم نحن في العصر التكنولوجيا عصر العصر الموبايل والعظم وصلوا إلى هذه الفكرة فكرة المقرأة الإلكترونية التعليم عن بعد والله الحمد من أن وجدت هذه الفكرة و تم تهيئة الأماكن لها اليوم نتكلم عن المقرأة الإلكترونية منتسبين لها رجال و نساء نتكلم عن 1500 نشاء الله من داخل الكويت و بره الكويت أما فتوحة عالمية كلها خير نفاتح نعم هذه بركة القرآن سبحان الله اليوم أبنائنا المبتعثين من بره الكويت نتكلم عن يستطيع أن يتابعون لديهم موقات نعم حلو أن يقضيها في حفظ القرآن الكريم نعم أين ألقاها المقرأة الإلكترونية المقرأة الإلكترونية ممكن على جوجل نعم يكتب المقرأة الإلكترونية الكويت نعم إدارة شؤون القرآن الكريم أستطيع أن نزلها بالتليفون كأب؟ تستطيع عن طريق تطبيق ينزل ومن خلال التليفون ومن خلال التليفون ومن خلال حملة كبيرة للمقارب لها حملة كبيرة ومنتشرة ومن داخل موقع الإلكتروني للوزارة لها آيكون عن طريقها تدخل وتسجل بشكل مبسط وسهل لكن الآن في المرحلة القادمة مثل ما تقول توسع في المقرأة ليس مجرد حفظ وتلقين المقرأة سنتوسع في أمور التجويد في أمور علوم القرآن نفسها وهذا يعتمد على المشايخ شيء جميل وهذا أجر صدقة جارية حق الكويت شوانك عبدالله بخير متى انضميت إلى حلقة القرآن وماذا تضبط وقتك؟ كان عمر خمس سنين نصحتني جدة أني أدخل القرآن الكريم الله يحب الله وهذه كانت بدايتي نعم جدتي ما شاء الله حافظ القرآن الكريم ما شاء الله نعم وتروح المسجد ليم بيتكم أو تروح المركز القريب منك؟ كان يم بيتنا نعم بعدين ذهبت إلى القارئ الصغير كان معها بعد جم بيتنا ما شاء الله كل قريب بعدين الشاطبي الفردوس نعم ما شاء الله ما كثرت أحفظ عبدالله من أجزاء ما شاء الله ما شاء الله وشون طريقة تشيل مراجعة ما شاء الله كمية كبيرة فتراجع يوميا بعد الصلاة قبل الصلاة ما نجده لك؟ مرات مرات راجع نعم الحمد لله القرآن سهل مصعب كلامك صح وشون تشوف التفاعل الشباب معك في الإدارة والحلقات يعني يحمسونكم أنشطتهم فعلا تشعر بأنها موفية وقتك والله مشكورين عندهم نحلات ترفيهية وما يقصرون الأخوان ممتاز وتنصح الحين اللي وياك بالمدرسة حتى عيال خالتك وكذا تعالوا وشاركوا معنا في الحلقات هذه بالأخير هو مكسب نعم بالدنيا والآخر نعم صح سعيد تسمعنا شيء من القرآن إن شاء الله حبيبي سمعنا صوتك الحلو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال فرعون ذروني أقتل موسى أقتل موسى وليدعوا ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب صدق الله العظيم إن شاء الله صوت جميل الله يبارك فيك يا رب إن شاء الله يبارك في أهلك وإن شاء الله نصلي وراك في المسجد الكبير يا رب على صوت الحلو هذا إن شاء الله خذانا الوقت صراحة فإذا عندك المخير أخونا طبعا عبد الله عسى الله يحفظه وحفظه الجميع إن شاء الله نشوفه خريج إن شاء الله من طلبة الشاطبي الذي يختم القرآن الكريم وهو انتقل من القائد الصغير المرحلة التأسيس مرحلة التأسيس إلى مركز الإمام الشاطبي وهي مراكز متخصصة في حفظ القرآن الكريم كاملا ممتاز يعني هو الآن في طريقة إلى حفظ القرآن كاملا إن شاء الله إن شاء الله رب يوفقه ويجعل قرة عين حقها إن شاء الله آمين إن شاء الله يا رب وإبراهيم الله أعطيك بلا أفيا وانصح بالأخص أولياء الأمور أن يحرصون على أولادهم أن يدخلونهم مراكز تحفيظ القرآن سواء التابعة لوزارة الأوقاف أو التابعة للمبرات والجمعيات الخيرية الرسمية للدولة بشكل عام إلا إذا الولد أو الجيل حفظ القرآن سيكون أخلاق قرآن اليوم لا تستطيع أن تطبق أي شيء بقانون أو غصب لكن إذا أصبح هناك أخلاق قرآنية سيكون هناك مجتمع قرآني أخلاق صالحة والذي لا يستطيع هذا أو لهذا على قلب البيت يقعد مع عياله و يحفظهم بعض الآيات والله يبارك في الجميع إن شاء الله إن شاء الله كل شكر لكم لأضيوفي شيخ ناصر الكندري مراقب حلقات ومراكز تحفيظ القرآن الكريم بني في دارة شون القرآن الكريم و أخو إبراهيم عبد المحسن الصانع رئيس قسم البرامج الثقافية والإعلامية والطالب المتميز والحافظ بإذن الله إن شاء الله القادم عبدالله طارق الضفي